اخر حاجة بس هحكها لكي ده صغيرة بعد اذن حضراتكو يعني النهاردة انا دايما باجي حضراتكو يعني تقريبا كده 6 اكتوبر من مصر الجديدة باجي هنا على الساعة اتنين الضخر بفضل قاعد كده اكتب بقى ايه المقدمة بتاعتي اللي انا بحب اقولها كده في بداية الحلقة واعد يعني اشوف ايه اللي بيحصل في الحياة وبتاعه وبعدين ابتدي اجهز هنا في مدينة الانتاج ان شاء الله والموضوع ده انا هعمله بازن الله لما اروح مسبيره يعني بس مش عارف لسه بزبطتش الحياة هعملها ازاي يعني فانا مهم يعني ان انا رايب بروح اقعد حضرتك في ايه تركزوا معايا يا شباب في هزي الحكاية الزغنانة دي بروح اقعد في كافية من الكافيهات كده واقعد اكتب اشرب حاجة رخيص يعني مكان رخيص كده اقعد اكتب ايه وحعمل ايه وحقولي النهاردة خاص بالحلقة يعني فوانا باركم في الباركين كده لقيت عربية ورا ورايا 128 فالعربية دي حضرتك فيه الازاز الوراني والقدماني والازاز النيتا فيه استارة مقفولة على كل الشبابيك استارة متوصلة ببعض لكل الشبابيك ومقفولة كده بشكل كأنك عامل خيمة جوه العربية وطبعا الشكل يعني خلاني احس كده انه دي مش حاجة طبيعية يعني دي اكيد حاجة مش طبيعية فبصراحة رحت مصور العربية وراحت رايح ليه الامن اللي موجود في هذا المكان وقلت له بعد اذن حضرتك فيه عربية كذا 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 لو سمحت روح شوفها ولو سمحت بلغ الامن راح ورجع قال لي فعلا العربية مريبة انا سبت الموضوع ومشيت وسبت الاجراءات المفروض يعني حصل اتصال امني وياخدوا بقى الخطوات الخاصة بهذا الموضوع ممكن يكون الصاحب العربية المية تمانية وعشرين دول شوية شباب بيهزروا وممكن يكونوا بيعملوا اي تهريج او هم بيختروا حاجة جديدة مثلا في العربيات يعني في حاجة جوها العربية مثلا مش عايزة تتكشف في حاجة جوها العربية مش عايزة تتعرض للشمس مع اني مفيش شمس فحاجة مريبة والرجل بتاع الامن قلت له لو سمحت روح بص عليها وارجع وانا وفضلت واقف مستني وهو راح كده من بعيد ورجع تاني قال لي انت خبطت طيب قلت له لا طبعا ما خبطش على حاجة انا بحكي الحكاية دي ليه انا بحكي الحكاية دي انه اهل الشر اهل الشر احنا بفضل الله بفضل الله بفضل الشرطة والجيش المصري والقطاعات الامن المختلفة في جمهورية مصر العربية اعطعنا شرط عظيم جدا في امن مصر واستقرار مصر لكن دايما في خلال السبع سنوات اللي فاتت دي كانت الامن دايما يقولك لو لقيت حاجة مش طبعية لو حلقات جارت مثلا بيأجر شقة وفيه اشخاص بيتردده بشكل مش طبيعي تبلغ الجهات الامنية فانا بحكي الحكاية ايوة ممكن يكون دي لعبة يعني حد بيهزر مع واحد تاني هزار وتفر بس احنا كمواطن نصري بيحب بلده وخايف على بلده وكلنا كده لازم لما تشوف حاجة مش طبعية تبلغ الامن لانك ما تعرفش اه ممكن تكون لعبة او ممكن تكون بيهزره بس ممكن في نفس الوقت ممكن تكون حاجة خطر خطر على بلدك خطر على روحك خطر على اولادك خطر على امراتك خطر على ابوك وامك خطر على امن البلد وخصوصا ان احنا داخلين على الاعياد كل سنة والطيبين وخصوصا بفضل الله ان احنا الحمد لله السياحة رجعت بشكل عظيم اهل الشر اللي وقعوا سوريا والعراق واليمن والسودان وواواواواواواوا وفضل الله وفضل الجيش المصري مصري وقفة تاني على رجليها بشكل قوي وبنهضتها مش هيسكوتوا يعني 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 ما تابوش اكيد يعني والافقار المسمومة اللي ممكن ما زالوا متواجدين في الحياة فاحنا لازم يبقى برضو عندنا الحس لحد المال امني كده ان احنا بنحافظ على حياتنا بنحافظ على بلدنا بنحافظ على كياننا بنحافظ على النعمة اللي احنا ربنا مدهلنا دي كلها احنا في منطقة كلها ملتهبة احنا العالم كله فيه صراعات ما بين الصين وبين امريكا وما بين روسيا وما بين فيه غير طبعا اللي حوالينا طبنا يحفظنا ويحفظ بلدنا ويحفظ خامض الصيد رئيس عفتاح السيسي ويحفظ الجيش والشرطة المصرية اللي فعلا عادلة تدفى في امن وامان بلدنا اللي عايشين في نعمة ويرحم شهداء الوطن اللي ضحوا بروحهم عشان احنا يبقى عندنا كم احتفاليات طول السنة ونعمل مشاريع قومية ونفتتح مشاريع قومية ونعمل المشروع القومي لتطوير كرة مصري اللي هيخدم ستين مليون واطن مصري للاقصر فقرا واقصر احتياجا بننهض ببلدنا وبحياتنا عشان نقول احنا جمهورية جديدة بإذن الله تعالى نفتخر بيها ابنك وحفيدك والاجيال القادمة تفخر بيها مصرش برجعة تاني لمكانتها الحقيقية نحافظ عليها وكل واحد يقوم بدوره بس كده بسيطة يمكن اكون طولت شوية في المقدمة لكن الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك يا عمي سادت اللي وقع فتاح رياض الله يرحمه كان وكيل مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية سابقا حضرتك كان يقول لي معلومة صغيرة كده يقول لك معظم النار من مستصغر الشر يعني ممكن تكون معلومة صغيرة قد كده هو حضرتك ممكن تكون في خيالك ولا حاجة لكن هذه المعلومة ممكن توصل لحاجة كبيرة ايا كان تاني كل سنة وحضرتكو طيبين وان شاء الله نقدي عايات جميلة ومصر دائما آمنة ومصر عظيمة وكلنا بنحبها وكلنا يعني يعني دائما نشوفها احسن بلد في العالم انا عن نفسي دائما كده املي كده في الحياة زي ما في خمص صيد رئيس عفتاح السيسي بيحلم انا انا عن نفسي معاه بحلم في ان بلد ان شاء الله تبقى دولة عظمة في يوم من الايام باذن الله تعالى يا رب نستعرض بعض من الاخبار